ملخص كتاب أزرار نابوليون كيف غير سبعة عشر جزيئاً التاريخ اسم المؤلفين بصوت ربيع الصرايرة من منا لا يعرف من هو نابوليون بونابارت فهو القائد العسكري الذي أرق الكثير من البلدان وقادة جيوشها في عصره وهو القائد الذي لم تمنعه أي أسوار من دخول البلدان وقهر القوة فيها ولم يقهره سوى قوى الطبيعة التي تحدته في حملته التي قادها في حربه على روسيا فعاد مجرجراً ذيول الخيبة بنصف ما ذهب به من عدة وعتاد وجند من جراء ما سببه برد تلك البلاد القارس والذي لم يستطع الجنود تحمله ما اضطره للانسحاب لكن ذلك خلف عواقب وخيمة على خارطة أوروبا خصوصاً أوروبا الشرقية وذلك من خلال الاتجار بالأراضي وتحول النظام إلى نظام اقطاعي بل وبروز الرق وتجارة البشر أيضاً كل ذلك لحق بالثورة الفرنسية التي امتدت لأعوام عديدة فما هي الأسباب التي أدت لكل تلك الأحداث؟ وما هو الدور الذي لعبه علم الكيمياء في رسم تلك الأحداث؟ نظريات أساسية وبداية وجود المركبات الكيميائية لربما تعد نظرية الأزرار الأكثر شيوعاً أو الأكثر رغبة بالتصديق في سبب خسارة جيش نابوليون تلك الحملة ضد روسيا حيث كانت هذه النظرية تنص على أن أزرار ملابس الجند أثناء الحملة كانت مصنوعة من القصدير الذي تحول إلى رماد جراء البرد القارص لشتاء روسيا إن هذه النظرية بالنسبة للكيميائيين أمثال كتاب هذا الكتاب غير محببة وليست مقنعة لكن الناس تبادلها في أوروبا الشرقية لقرون بل حتى الآن بغض النظر عن دقتها فما هو تأثير هذه النظرية على التطورات والاكتشافات في مجال كيمياء العناصر؟ العديد مما قد حدث خلال تلك الفترة وخصوصاً انتشار هذه النظرية التي أثارت الكثير من التساؤلات دفع علماء الكيميائي للبحث عن تفسير لبعض الأحداث التي أدت إلى وقائع كبيرة كخسارة نابوليون أحد أهم حملاته والتي ارتبط تفسيرها بشكل خاص بكيمياء العناصر وتفاعلاتها فظهرت العديد من المصطلحات الكيميائية كمصطلح عضوي فإلى ماذا كان يرمز مصطلح عضوي؟ وما مصدر هذا المصطلح؟ كان من غير المألوف إنتاج مركبات كيميائية من مركبات حيوية تماماً أو بالأحرى كان أمراً ساحراً في القرن العشرين حيث أطلقوا عليها الطاقة الحيوية وكل ما اشتق من مصدر حيوي أو كائن حي صنف تحت قائمة المواد الحيوية أما في وقتنا الحالي فمصطلح عضوي يعود على أي مركب يحتوي عنصر الكربون في تركيبته وعلى الرغم من أن ذلك ليس دقيقاً لأن بعض العناصر تحتوي الكربون لكنها غير عضوية مثل كربونة الطبخ وكربونات السوديوم إلا أن العلماء توجهوا لتسمية المركب العضوي بذلك بناء على احتوائه الكربون بشكل أساسي فما هي قصة اكتشاف مختلف المركبات العضوية التي غالباً ما نستخدمها بشكل يومي بدء التغيير بالتعرف على العناصر الجديدة يعد الفلفل الأسود أحد العناصر التي اشتهرت بإطفاء طعم غريب إلى الطعام بفعل ما يحتويه من مركب قلوي فيجعل من الطعام المالح أقل ملوحة والطعام الذي لا طعم له طعاماً ذا مذاق شهي وصل الفلفل الأسود من الدول العربية إلى أوروبا عن طريق تجارة البهارات عبر طرق دمشق مروراً بالبحر الأحمر فاستخدمه الإغريق كمضاد سمي بينما كان يدخل في طعام الروماني كمكون أساسي له استخدمت البهارات عند القدماء كحافظ للمواد الغذائية بشكل رئيس وكمنكهات للطعام في المقام الثاني يحتوي الفلفل الأبيض والأسود على مركب قلوي يعد مادة حيوية محسنة ومستساغة تسمى بالبيبرين والتي دفعت كولومبوس بالأساس لمحاولة اكتشاف الممرات البحرية التي يمر عبرها تجار البهارات حيث إن فشله مرة في أحد رحلاته الاستكشافية لم يمنعه من استمراره بالبحث منتهيا باكتشاف هايتي وأرض الإنديز التي كانت مأهولة بالهنود الحمر والتي وجد فيها الفلفل الحار متعدد الألوان والأشكال والذي كان يستخدمه المكسيكيون بكثرة منذ تسعة آلاف عام فتعد المكسيكو من شاءه الأصلي أما فيما يخص البهارات الأخرى كجوزة الطيب فتعتبر من المكونات النادرة جدا والثمينة حيث توجد أشجارها في جزيرة معزولة ومحاطة ببحر الباندا الذي يحده سبع جزر أخرى في إندونيسيا وعلى بعد بضعة أميال هناك جزيرتان هما تيرينيت وتيودور حيث توجد فيها شجرة الأيوغونيا أروماتيكا وهي شجرة القرنفل التي كان يقوم التجار بإيصالها للدول العربية وأوروبا عن طريق تجار البهارات الصينيين والآسيويين لكن كيف كان لرحلات استكشاف هذه العناصر دورا في إطفاء المزيد من العلوم لكيمياء العناصر؟ فيتامين الرحلات الاستكشافية بعدما حدث خلال تجربة كولومبوس ورحلات استكشاف القرنفل وجوزة الطيب كان ذلك سببا كافيا دفع فيرناند ماجيلان لمحاولة البحث عن أراضي البهارات وتوسيع إسبانيا لكن محاولاته قُبلت بالرفض من قبل العرش ورغم ذلك ظل مصرا على البحث عن هذه الأراضي فكانت رحلته بمثابة معاناة شاقة فقد خلالها عددا كبيرا من طاقمه بالأمراض وقد كانت الفلبين آخر محطة له حيث قتل فيها يرجع العديد من المؤرخين المتأخرين سبب موت العديد من طاقم ماجيلان لنقص فيتامين جيم أو الأسكوربيك أسد والذي كانت أعراضه عديدة وخطيرة مثل الشعور بالإرهاق وانتفاخ بعضلات اليد والأرجل وطراوة اللفة وسقوط الأسنان والاكتئاب الشديد وغيرها فلم يكن للجوع أو العطش أو قسوة الرحلة ذلك الأثر الكبير في التسبب بمرض الطاقم رغم كل المؤونة المجهزة للرحلات إلا أن الرحلات الطويلة لم تكن ودودة جدا مع الرحالة خاصة أن السفن المستخدمة آنذاك كانت مصنوعة من الخشب مما صعب كثيرا القيام بالعديد من المهام خلال الرحلة فيها كطهي الطعام أو تخزينه بشكل مناسب وخاصة الأطعمة التي تحتوي على فيتامين جيم والذي توصل بعض الرحالة من جنوب آسيا تحديدا إلى بعض الحلول فيما يتعلق بنقصانه وعدم القدرة على توفيره فمنهم من كان يأخذ هذا الفيتامين على متن السفن مجففا أما بعض الرحالة الآخرين فكانوا يتناولون ملعقة من عصير الليمون كل يوم صباحا حيث كان الحل الأمثل والمقترح من قبل الكثير من الأطباء المختصين بعلاجات أمراض البحارة اللاحقين لكن البحارة الأوروبيين لم يؤمنوا بقدرة الفاكهة والخضار على تزويد الجسم بالفيتامينات إن كلمة فيتامين مستخلصة من اختصار كلمتين فيتال وتعني أساسي وكلمة أمين بمعنى وجود النيتروجين في المركب الكيميائي بشكل أساسي ففيتامين جيم هو ثالث فيتامين تم اكتشافه وهذا سبب تسميته بهذا الاسم إن ذلك أبسط ما يمكن ذكره عن الفيتامينات فماذا بالنسبة للسكريات؟ هل هي بذات الأهمية لصحة جسم الإنسان؟ وما هي أنواعها ومصادرها؟ من منا لا يحب السكاكرة والحلويات؟ الجلوكوز وهو العنصر الأساسي في تركيب السكروز الذي يعرف بالاسم العامي السكر كان قديما شهوة الفقراء وترف الأغنياء فقد تعددت ألوانه منه الفضي ومنه البني أو الأبيض وهناك السكر الخام والكرزي والديميرارا يحتوي السكر على ست ذرات من الكربون وست من الأكسجين واثنتين عشرة من الهايدروجين ويستخرج من النباتات غالبا وخاصة في المناطق الآسيوية الاستوائية انتشر السكر في الشرق الأوسط لكن أوروبا كانت تعاني من قلته وارتفاع سعره وكان يستعاد عنه بالعسل كمصدر للتحلية لكن لكل شيء ضريبته خاصة عندما يدخل الأسواق الأوروبية فقد أدت زيادة الطلب عليه بعد العصور الفكتورية لارتفاع نسبة تجارة العبيد وخصوصا من أصحاب العرق الأسود يعتبر الجلوكوز أبسط أنواع السكر فطريقة تركيبته الكيميائية عبارة عن سلسلة بشكل عمدي من الذرات الآن في ذكرها تترأسها ذرة كربون واحدة وتعرف هذه الطريقة بإسقاط فشر وهو كيميائي ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء الذي حدد البنية الحقيقية للجلوكوز علمياً عندما نستخدم كلمة سكر فإننا نشير إلى المركبات السكرية الثنائية وتدعى بذلك لأنها تحتوي على وحدتين أحاديتين بنسب متساوية وحدة الفريكتوز ووحدة الجلوكوز وأما عن سكر الحليب فربما قد سمعت مرة بالحساسية المفرطة لللاكتوز وهي عدم القدرة على هضم هذا السكر وهو أحد أنواع السكر ويحتوي على وحدة واحدة من الجلوكوز وأخرى من الجالكتوز ويحمل الجالكتوز ذات التركيب الكيميائي لكنه مختلف من ناحية مكان عناصر الكربون فيه ربما هو اختلاف بسيط لكنه يجعل من هذا المركب عصياً على الهضم يتطلب إنزيماً محدداً لا يمتلكه الكثير لجعله قابلاً للهضم خصوصاً للبالغين على عكس الأطفال الذين يستطيعون إنتاجه بشكل جيد مسبباً لهم أعراض انتفاخ المعدة وتشنجات فيها ويدعى هذا الإنزيم باللاكتاز تعد كل من الباكستان والمكسيك والهند المصدر الأول لإنتاج هذه الثمرة التي تمتلك بذرة زيتية التي هي عضو من الجوسيبيوم ولم تعرف أوروبا هذه النبتة حتى 300 سنة قبل الميلاد وكان العرب أول من أحضرها إلى أوروبا وكانت عواقب إنشاء مزارع لهذه النبتة جسيمة على الحالة الاجتماعية لكثير من الناس فهي تتطلب عدد ساعات عمل طويلة في المزارع والمصانع عدا عن العناية الفائقة التي تتطلبها التربة التي تزرع فيها يعتبر القطن أحد المنتجات الليفية المستخلصة من بوليمر الغلوكوز حيث يحتوي البوليمر على عدة وحدات من العناصر المتكررة وتأتي كلمة بوليمر من جمع كلمتين إغريقيتين حيث تعني بولي متعدد أما مر من ميروس بمعنى أجزاء يعد القطن عنصرا مطلوبا لندرة وامتياز الطريقة التي يتركب فيها كيميائيا أو الطريقة التي يتركب السيليلوز فيه حيث يتكون من سلاسل مشكلا عنصرا ليفيا قويا كذلك هو حال الكايتن حيث إنه عبارة عن مادة ليفية تتكون من متعدد السكاريد تماما مثل السيليلوز وتشكل المكون الرئيس في الهيكل الخارجي للمفصليات وجدران خلايا الفطريات ويوجد في أصداف القشريات كسرطان البحر والكركند فكل من السيليلوز والكايتن يمثلان مكونا أساسيا لصناعة الملابس التي تعد عالية الامتصاص قد لا تصدق ذلك لكن كان للقطن أهمية كبيرة لدى الناس فقد تسبب بحدوث حدثين من أهم الأحداث العالمية أولها الثورة الصناعية التي قامت في أوروبا وتحديدا في بريطانيا مما أدى إلى ازدهار الصناعة فيها والحرب الأهلية الأمريكية التي كانت بسبب الشرارة التي اندلعت جراء تجارة الرق وعلى ذكر الحروب هل تعرف أي اكتشافات للمركبات الكيميائية قامت في سبيل خدمة مختلف الحروب وتصعيدها؟ النايتروجين والسيليلوز وصناعة المفرقعات يعتبر دمج هذين المركبين سويا من أحد أهم وأخطر الاكتشافات البشرية فقد زادت قدرة البشر على خوض الحروب وتطوير أسلحة مخيفة حيث تم اختراع ما يمكن حشو الأسلحة به كالبودرة السوداء أو بودرة المسدسات وتعد الصين والدول العربية والهند أيضا في طليعة العوالم التي استخدمت هذا العنصر أما ما استخدمه الصينيون فكان يحتوي فحم الخشب ولذلك كان لونه أسود استخدم في البداية لإطلاق الألعاب النارية ثم انتقل للأسهم ذات الرأس المشفعل ولا يعرف إلى الآن متى وصل هذا الاختراع إلى أوروبا ولكن ما يعرف حتما أن أثر وصوله لم يكن حميدا على الإطلاق وبما يخص هوية من أوصلها يعتقد أن روجر باكون هو المسؤول عن ذلك وهو فيزيائي كان ضليعا في عدة أمور منها إتقانه للغة العربية وأيضا عرف من القبائل البدوية كيفية صنع البودرة السوداء وبالحديث عن المتفجرات نأتي على ذكر واحد من أهم العناصر التي ساهمت في ازدهار صناعتها وهو الغاز فعلى عكس بودرة المسدسات يمتد الغاز على مدى أوسع حينما يتفجر ويصل إلى نحو ستة آلاف متر في الثانية عدا عن الموجات الاهتزازية والحرارة التي يخلفها فكلما زادت درجة الحرارة المنبعثة من الانفجار كانت قوة الانفجار أعظم لكن لماذا أصلا يحصل هذا الانفجار؟ وعلى ماذا يعتمد؟ بذكر تأثير النيتروغلوكوز في صناعة الأسلحة كذلك هو الحال بالنسبة للانفجارات الحاصلة عن طريق الغازات فهي تعتمد في المقام الأول على أعداد النيتروز المتصلة ببعضها داخل المجموعات في المركب الواحد فعلى سبيل المثال النيتروتلوين يحتوي مجموعة واحدة من النيترو ثم يبدأ باستضافة المزيد مكوناً الدي نيتروتلوين وكلاهما قابلان للانفجار لكن يذكر أنهما إن اجتمعا فلا يشكلان الخطورة التي يشكلها الترينتروترولين المعروف بالTNT اقتباس لم يكن باستطاعة كولومبوس توقع نتائج بحثه عن الفلفل ولم يكن ماجلان على دراية بالآثار طويلة المدى لبحثه عن مركب الآيزويوجينول وكان شونباين بالتأكيد مندهشاً من أن مادة النيتروسيليلوز التي صنعها من مريلة زوجته كانت بداية رائعة في صناعات متنوعة مثل المتفجرات والمنسوجات لم يكن بيركين يتوقع أن تؤدي تجربته الصغيرة في النهاية ليس فقط إلى تجارة ضخمة للصبغة الإصطناعية ولكن أيضاً إلى تطوير المضادات الحيوية والمستحضرات الصيدلانية الخاتمة حينما تستعرض التاريخ أمامك بمختلف أحداثه السياسية والاجتماعية والاقتصادية ستجد ترابطاً عجيباً بين جميع الأحداث التاريخية وتطور مختلف المجالات والاكتشافات العلمية والحياتية ومنها الاكتشافات الحاصلة في مجال كيمياء العناصر فمن كان ليتخيل أن يكون لخسارة نابوليون وجنوده أمام روسيا ذلك الأثر الكبير في العديد من الاكتشافات الكيميائية وتوليها عبر العصور والتي بدأت بظهور مصطلح المركبات العضوية لتستمر بمعرفة ما تضمه هذه المركبات من عناصر مختلفة نستخدمها في حياتنا بشكل روتيني يومي فبدأت الحملات للبحث عن هذه العناصر التي تحتوي العديد من المركبات الكيميائية في الطبيعة وتمثلت هذه الحملات برحلات استكشافية شاقة انتهت باكتشاف أنواع عدة من البهارات كالفلفل الأسود والقرنفل وجوزة الطيب إضافة لمعرفة أهمية الفيتامينات وتأثيرها على صحة الإنسان وخصوصاً فيتامين جيم الذي كان نقصانه مسبباً رئيسياً في مرض وموت طواقم الرحلات الاستكشافية فجميع العناصر الكيميائية كالسكر بأنواعه والقطن وغيرها مهمة بشكل أو بآخر لحياة الإنسان الصحية والعملية ترجمة نانسي قنقر